في مجال الكهرباء عشرات المشاريع التي اتعملت 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء بتكلفة تجاوزة الثلاثة واثنين من عشر مليار جنيه حتى في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكان حلم في القرى احنا وصلنا النهاردة لتوصيل 210 ألف وحدة بتكلفة تجاوزة المليار جنيه والنهاردة مشروع حياة كريمة تركيزه لإدخال هذه الخدمة المهمة لكل بيوت القرى إن أمكن أو إن استطاعت المواصفات الفنية أنها تدخلها هندخل الخدمة الغاز الطبيعي لكل الوحدات في هذه المناطق في مجال الطرق والمحاور الحقيقة يمكن كانت دائما هذه هي المشكلة ومشكلة بالذات في الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية لأن ببساطة شديدة لما كان بيحصل يعني زي ما بيقول الدنيا بتشتي قرى كلها كانت بتعزل وممكن الناس ما تعرفش تخرج من بيوتها بسبب عدم موجود شبك الطرق ما زال هذه المشكلة موجودة بالفعل ما زالت موجودة في القرى اللي احنا لسه هندخل فيها في المراحل التانية والتالتة من حياة كريمة ولكن الدولة المصرية على مدار هذه الفترة نفزت 360 كيلو متر طرق جديدة من خلال وزارة النقل بالاضافة الى 245 كيلو طرق رئيسية جديدة جارية تنفذها بالتكلفة حوالي 3.5 مليار جنيه ده بالاضافة لرفع كفاءة شبكات طرق وصلت لحوالي 683 كيلو من الطرق وعدد 23 كبري ونفق بإجمالي واحد واثنين من عشرة مليار داخل مدن المحافظة في المحليات أو التنمية المحلية والمحافظة بينفزوها والحقيقة هنا يمكن أنا حابب أتكلم لأن أحد أهم الافتتاحات النهاردة هو محور تمى اللي بقرضه حنشرف بافتتاحه في حضور فخامة الرئيس الحقيقة هذا الموضوع المهم جدا وهو إنشاء محاور التنمية وليس الطرق اللي تربط ما بين شرق النيل وغربها وكانت مشكلة الصعيد الأساسية إن ممكن كنا بنلاقي إن المسافة ما بين كبري إلى آخر ممكن تصل إلى مئة كيلو وبالتالي كان لنا أن نتخيل مدى معاناة المواطن اللي ممكن يبقى ساكن في الغرب عشان ينزل أو يروح الناحية التانية ويمكن أنا كنت بعض مع عدد من الزملاء اللي كانوا أصولهم الصعيد كان بيقول أحد أسباب عدم إكمال التعليم إن كان ممكن بنلاقي إن المدرسة السنوية موجودة في ناحية وإحنا كقرى موجودين في الناحية التانية وبالتالي بنجد صعوبة حتى إن إحنا نعرف ننتقل فنكتفي بتعليم على قد مستوى التعليم الأساسي ودي كت مشكلة كبيرة جدا موجودة نهينا عن فرص العمل وإن إحنا عدم القدر على الانتقال وبالتالي كانت توجهات فخامة الرئيس بإنشاء عدد من محاور اللي تتعمل على النيل على مستوى الجمهورية كلها والحقيقة يمكن بحيث إن إحنا نصل إن المسافة لا تتجاوز ما بين المحور والليلي خمسة وعشرين كيلو وعشان كده كان فعلاً الدولة المصرية بدأت بتنفيذ أربعة وثلاثين محور عردي منهم فقط اتنين وعشرين محور جوا الصعيد الحقيقة نصيب يعني أنا حوري إن حضراتكم بس عدد من هذه المحاور بدءاً من بني سويف من أول يعني الحقيقة محور المستشار عدلي منصور وإحنا انتهينا بالفعل من الاتنين وعشرين دول انتهينا من تمانية بالفعل أول محور محور المستشار عدلي منصور محور بني مزار في المينيا محور سملوت محور ديروت محور جرجة ومحور قوس ومحور كلبشة ومحور طمق اللي إن شاء الله نحن النهاردة بنفتتحه وده يمكن صورة لهذا المحور ويمكن أهمية هذا المحور زي ما كنت بقول إنه بيربط ما بين الطريق السعيد الشرقي مع طريق السعيد الغربي يعني محور عردي تنموي ممكن الدولة وفعلاً ده اللي بيتم إنها بتنفذ عليه مشروعات تنموية في مختلف المجالات سواء استصلاح أراضي مناطق صناعية مناطق لوجستية علشان نستفيد من تواجد هذه المحاور الحقيقة أيضاً تحت التنفيذ أربعتاشر محور آخر بديل خزان أسوان دراو الفشن أبو تيج شمال لقصر منفلوت دي كلها نمازج لهذه المحاور اللي سيادة رئيس وجه إنها تكون لها الأولوية الأولى وإن ننتهي منها إن شاء الله سواء في هذا العام أو العام القادم على الأكثر في مجال السكة الحديد وده كان محور مهم جداً تم تطوير كامل لخدمات السكة الحديدية في محافظة سواء من خلال تطوير 12 محطة محطة سكة حديد بحوالي 54 مليون جنيه بالإضافة إلى 37 مزلقان تم تطويرهم بالكامل ده بخلاف مشروع الكبير القومي لكهربة الإشارات وتحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة إلكترونية وليست منظومة يدوية وده بقى شكل النهاردة محطات سكة الحديد بتاعتنا اللي بقيت موجودة النهاردة في قرى ومناطق يعني صغيرة جداً جوا محافظة سواء ترجمة نانسي قنقر